أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام إن المؤمن التقي النقي لابد أن يكون من المداومين على الطاعة لله عز وجل ومن المحافظين على العبادة وعلى الطاعة في أوقاته لأنه سيسأل عن عمره وسيسأل عن هذا الوقت الذي يعيش فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أخرجه الترمذي في سننه بسند حسن إذن المؤمن سيسأل عن عمره فيما أفناه والعجيب أن النبي قال بعدها وعن شبابه فيما أبلاه مع أن الشباب من العمر هو فترة من فترات العمر لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشباب بعد العمر مع أنه داخل فيه ليبين لنا أن المؤمن لا بد أن يغتنم وقت صحته وأن يغتنم وقت شبابه ووقت قوته لأنه إن لم يغتنم هذه الأوقات سيخسر وسيحاسب على هذا الزمان الذي مر عليه من عمره ولم يفعل فيه الصالحات والمؤمن عندما يفعل الطاعة يداوم عليها ولذلك قال الله عز وجل لأفضل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ انظر لم يقل له أُعْبِدْ يُوم يُمِلَأْدَ الأمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبادة حتى ينتهي أجل النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم أيضا القرآن زكى الذين يداومون على عباداتهم وعلى صلاتهم فقال ربنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون انظر إلى الآية إلا المصلين لماذا؟ لماذا هذا الاستثناء يا ربنا؟ قال لأنهم على صلاتهم دائمون يحافظون عليها وبعد هذه الآية بآيات قليلة قال أيضا ربنا والذين هم على صلاتهم يحافظون يؤدونها في أوقاتها ويحافظون عليها هل العبرة بالكثرة في العبادات؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت العمل الدائم كما أخرجه البخاري في الصحيحه وفي رواية مسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل يعني العمل القليل واحد مثلا يصلي قيام الليل إن صلى كل يوم ركعتين ودام عليها أفضل من الذي يصلي مرة عشر ركعات ومرة ثماني ركعات ولكن إيه يأتي بعد ذلك ويقضع أسبوع ولا يداوم هذا ليس بأفضل من الذي يصلي الركعتين ولكن داوم عليها لماذا؟ لأن الذي يصلي ثم ينصرف كأنه أعرض عن الله وأعرض عن عبادة الله أما المداوم قالوا من لزم طرق الباب لابد أن يفتح له حتى لو لازم بشيء بسيط في العبادة والطاعة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر بن العاص لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل يحذره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا القرآن يحكي لنا في قصة سيدنا عيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا شوف ما دمت أنك على قيد الحيا أيها المؤمن حافظ على العبادة وكن دائم الطاعة ولا تقطعها لأن بعض الناس عندما يأتي مواسم كشهر رمضان وكغيره يذهبون إلى المساجد ويصلون ويحافظون على الصلاة في المسجد وعلى آدائها في جماعة ويذهبون إلى التراويح ثم بعد ذلك إذا انقضى شهر رمضان يتركون هذه الطاعات التي كانوا يؤدونها لماذا أخي الحبيب كن دائم الطاعة لله عز وجل لأن رب رمضان هو رب شوال وهو رب الزمان كله وهو رب المكان كله فلا تختر يوما عن يوم وتترك الطاعة في بقية الأيام أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الدائمين له في طاعة ومن المداومين له على الطاعة ومن المداومين له على الذكر وعلى الاستغفار اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر